ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عمال الجلسة التاسعة في دور الانعقاد الثاني من الفصلة التشريعية السادس حيث هن المجلس دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين وناقش المجلس التقرير التكملي الأول للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن التشطيب أو التطبيب عن بعد ضمن التقريرين للجنة الخدمات ناقش مجلس الشورى اليوم اقتراحين بقانونين بشأن التطبيب عن بعد والسماح للجمعيات والأندية الاستثمار بفائض أموالها تم اليوم مناقشة اقتراح بمشروع السماح للجمعيات والأندية بالاستثمار الذي يتقدمه مجموعة من الأعضاء يهدف للسماح للجمعيات والأندية المشمولة أن تمارس الاستثمار في السوق المحلي أكثر كما وتمت مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بعد بهدف وضع إطار تشريعي محدد ونظام قانوني منضبط للتطبيب عن بعد داخل مملكة البحرين عن طريق المؤسسات الحاصلة على ترخيص لممارسته كلمة التطبيب عن بعد لا يعني العلاج فقط التطبيب عن بعد يسمى جميع الأشياء التي يقوم بها الطبيب أو المستشفى وهذا المقترح ما هو إلا وضع ضوابط وقوانين حتى لا يساء استخدام هذا التطبيب عن بعد هذا هو فحوى هذا المشروع جلسات ونقاشات مستمرة لمجلس الشورى وتوافق بالأغلبية على الاقتراحات بقوانين ما يؤكد حرص المجلس على مناقشة المواضيع الهدفة لتطوير العمل في مختلف المجالات شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة